تنفذ وزارة التربية والتعليم مشروعات إنشائية لمبانين أكاديمية جديدة في ثلاث من المدارس الحكومية القائمة وهي الرفاع الغربي الابتدائي للبنات والمحرق الابتدائي للبنات والسلام الابتدائي للبنات بمنطقة جد حفص بكلفة قدرها مليونان ومئتان واربعة وستون الف دينار بحريني وفي هذا الإطار رقم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بتفقد سير العمل في هذه المشروعات الإنشائية موربا عن تقدير الوزارة واعتزازها بالدعم لدن جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد لكل ما منشانه الارتقاء بالمسيرة التعليمية سواء من خلال إنشاء مدارس جديدة بمواصفات عصرية أو تطوير المباني الأكاديمية في المدارس القائمة وأكد الوزير أن تصميم هذه المنشآت المدرسية الجديدة جاء ملبيا لمتطلبات مشروعات الوزارة التطويرية خاصة تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني في الفصول الدراسية والمختبرات العلمية متنيا على تعاون وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ هذه المشروعات الإنشائية الجديدة هذا وتسوعب هذه المباني الأكاديمية الجديدة حوالي 875 طالبا وتضم 25 فصلا دراسيا مجهزا بأدوات التعليم الإلكتروني وغيرها من المرافق المدرسية الأخرى